ترجمة نانسي قنقر رمضان هي أمر أساسي ومهم لحياة الإنسان أولاً للجانب الصحي أنا الآن عشان أكون إنسان عندي قدرة بدنية عالية أدي حياتي بشكل جيد أقوم بممارسة حياتي بشكل طبيعي أقل العرضات للشكل الصحي والأمراض مستقبلاً لابد أن أقوم بممارسة الرياضة شهر رمضان البعض اعتبره فرصة بما أنه عنده ممكن وقت أكثر عنده فرصة أن يمارس الرياضة في هذا الشهر بحيث أنه يقل من كمية الطعام دام إحنا أساساً عندنا وقت أقل لتناول الطعام أقدر أستغل هذا الأمر بحيث أني قليل كمية أكلي وفي نفسي وقت أمارس الرياضة فأطلع بأفضل نتيجة في هذا الشهر وأواصل بعد شهر رمضان عشان يكون هذا الشهر كبداية قوية بالنسبة لي فشهر رمضان أو خارج شهر رمضان الرياضة مهمة الرياضة هي أساس بالنسبة لي من أساسيات الحياة عشان يكون عندي جولة حياة عالية وعند قدرة أشيل نفسي أشيل هلي يكون عندي جميع هذه الأمور بالتالي أنا أكون في أفضل صحة أقل العرضتي للمشاكل نفس ما ذكرت فالرياضة في رمضان أعتبرها جزء لا تجزء من جميع أشهر السنة والبعض قد يستقل هذا الشهر عشان يكون عنده يعني زيادة في مثلا يحب ينزل وزنه ليبي يقل الكمية الأكل بالتالي حسن من صحته هذه الأمور كلها ممكن أحد يستقلها في رمضان ولكن الأهم هي الاستمرارية الاستمرارية هي المفتاح الأول للوصول إذا أنا ما استمريت ما راح أصبح نتيجة جيدة بالتالي خلال رمضان يكون كبداية لك إذا ما بدأت من السفل السابق واستمر ما بعد رمضان وراح تشوف نتائج رائعة جدا تفيدك الآن وتفيدك مستقبل نعم إذن سيد محمد السؤال الذي يطرح دائما هل ممارسة الرياضة أثناء الصوم تؤدي إلى نتائج إيجابية بشكل أسرع أم يفضل ممارسة الرياضة بعد الفطور ممتاز تعتمد على عدة عوامل أهم عاملين اثنين العامل الأول هو العامل الصحي هل الإنسان اللي قاعد يمارس هذا الرياضة إذا بيمارس قبل الإفطار هل صحيا يستطيع فعل ذلك هل الطبيب كمثال عنده مشاكل صحية قال لا تمارس الرياضة في فترات صيام هل أمر قد يسبب لك مشاكل صحية منخباض مستوى سكر الدم ما عندك قدر بدنية عالية زيارة قلة في الترطيب هذه الأمور كلها لازم توضع في عين الاعتمار وبالتالي لن نستطيع أن نحط أو نضع قاعدة واحدة عاملين للجميع كل إنسان يختلف فأولا ما هي حالتك الصحية هل صحيا تستطيع مارس الرياضة قبل الإفطار ومتى أصلا قبل الإفطار قبل ساعة قبل خمس ساعات هذه كلها يفرق كمثال إنسان إذا شخص مارس الرياضة قبل خمس ساعت من الإفطار وصار عنده عطس شديد قلة في السواء الجفاف عالي شو راح يسوي يضطر يقعد خمس ساعات في حال الجفاف بالتالي إذا الأشخاص اللي يعني يفقدون السواء بشكل عالي ويعرقون بشكل عالي هذا الأمر قد لا يكون شيء بالنسبة لهم غير عن شخص كمثال وما عنده أي مشكلة ويمارس الرياضة قل نقول آخر الساعة قبل الفطور يخلص الرياضة على طول يتفتر الأمر قد يكون أفضل من الشخص اللي ذكرناه في المرحلة الأولى ثاني سكر الدم كمثال أنا ممكن أمارس الرياضة قبل الأفطار وعاتي وطاقتي زينة أدي أداء جيد أرجع لبيت أنتظر شوي أتفطر أموري طيبة بعض الأشخاص لا حتى لو ما عنده مشاكل صحية فعليا ولكن جسمه بهذا الطريق يشتغل أنه يمارس الرياضة قبل الأفطار يحس بدوخة تعب يحس روح يطيح سكر الدم ينزل هذا الإنسان ما يفع يمارس الرياضة قبل الأفطار بالتالي الأشخاص اللي عندهم أي مشاكل قد تحدث أو حالات قلة سكريات قلة ترطيب يفضلي مارسون الرياضة بعد الأفطار وبالتالي يكون فيه تروية أفضل فيه طاقة أفضل ولكن هناك طبعا مثلا تعرف اختلافات وبعض الأشخاص عالي مارس الرياضة قبل الأفطار ويعنده قوة عالية طاقة عالية وبالتالي لا بدل الإنسان يقيم نفسه ويقيم وضع الصحي والبدني هل أنا أستطيع مارس الرياضة بقدرتي العالي بقدرتي العالي أفضل مارسها بعد الأفطار نعم كان معنا عبر تقنية التصالة المارس كايب أخصها التغذية الرياضية محمد سعد شكرا جزيلا لك